إذا تريد تعرف كيف تخصص الكيبورد الخاصة فيك طبعا المتعلقة بأكيد هواتف سامسونج كل هذه التفاصيل ستكون بفيديو جديد قمنا لدى الفيديو أصدقائي أريد أن أعيد التذكير بالاشتراك بالقناة للفترة أخيرة أخفى الاشتراك قليلا وفي كمية الناس كثيرة عم تحضر الفيديوهات والتابع القناة لا هيك بحب أذكركم اشتراك بالقناة بفيد القناة بشكل كبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي رجعنا بفيديو جديد لأكيد أيضا لمنتجات سامسونج أو لتطبيقات سامسونج طيب أنا بعرف أنه في ناس بلاش تنتقد وتحكي أنه أخي كثير عم تنزل لسامسونج صدقا أنا ما في عندي أي يعني انحياز هذا الموضوع بس يا جماعة عم ينزل كثير تطبيقات الناس محتاجيتها بالمقابل ما عم بأشوف هذا الشيء من مثلا شركات ثانية لذلك بس فقط هذا هو الموضوع وأيضا التطبيقات اللي عم تنزلها سامسونج ما فيه يعني تقنيين خلينا نحكي بالعالم العربي عم بيغطوه فأعذروني على هذا الموضوع ننتقل الأصدقائي الآن للحديث عن تطبيقنا اليوم وهو سامسونج كيز كافي الجماعة فعلا يعني يعني غير تجربة الكيبورد بشكل كبير بداية لحتى تنزل هذا التطبيق رح يكون فيه رابط موجود بصندوق الوصف حتى ما ندخل بإشكالات الـ VPN والجالاكسي ستور وغود لوك فبتنزل مباشرة تفتح عليه سيطلع لك بهذا الشكل تطبيق سهل وما فيه أي مشكلة لكن هناك شغلة انتبهه أنه يأخذ من الـ theme park فيعني ممكن أحيانا تحتاج الـ theme park في حال انت مو منزله وحاولت نزله وأعتقد أنه ممكن بدونه يشتغل لكن خلينا نتأكد أتمنى أن هذا الشيء تجربوه وضعوه بصندوق التعليقات في عنا نحن هون make your own keyboard أي في حال انت بدك تصممها بهذا الشكل وتختار أيضا عنها اللغات اللي بدنا إياها وتصير تحدد وتدخل يهمني أنا هون تفاصيل أكثر نعطيها لـ style your own keyboard فبعد ما احنا اخترنا نوع الكيبورد اللي كانت أول شيء الآن هون نفوت ونشوف بالنسبة للأشكال لدينا كمية أشكال هائلة هم مصممينها ومجهزينها أعطيكم مثال عنها مثلا لو دخلت خطرتها نحكي له apply تطبق شايفين؟ يوم تعطيه تطبيق عم بيحكي لك أنه هو عم بيحمله بالـ theme park برجع بحكي تطبيق ما بيدعم اللغة العربية لهيك الجهاز بالانجليزي حتى ما يطلع في عنا أي خربطات فتحنا من هون رح يعطيني هي هي الكيبورد وصير تنقل وتكبس بهذا الشكل تأثيرات عنا نشوف غيرها مثلا هذا الشكل نختار لون أحمر أيضا نرجع نضغط هون بيعطيك إمكانية أنك تصير تعدل أو تتفرج على الكيبورد كيف تأثيرها بهذا الشكل الجميل أنا شخصيا طبعا هذه عدة أشياء أنا مصمم كيبوردي الخاص باستخد موضوع هون في عنا هاي من هون تدخل في حال تصمم كيبورده هذا الشيء سيأخذك للسامسونج أو theme park فبالتالي أنت تحتاجه بشكل رئيسي في حال تصممه أنا مصمم بهذا الشكل أرجوكم إياه مناسب لـ dark mode أو الوضع الليلي وعمله كل هاته أسود ولكن يضغطه يعطيك هذا التأثير الجميل الآن هذا التأثير يمكنك تغيره أكيد بهذا الشكل صلنا تقريبا نحكي عن كيبورد ميكانيكي نفس تأثيره الموجود على الكمبيوتر يعني نفس الكيبورد موجود هناك ممكن نورجيكم إياه عندي أول شيء بيحكي لك الكيلر أو الكيبورد color effect الكامل كيفية الأفكت سيطلع لخلف الكبسة ليس على الكبسة انتبه خلف الكبسة فمثلا شايفين متى صار يطلع بهذا الدوائر هون صار يطلع بهذا الشكل مربعات هون صار يطلع بهذا الشكل لا أنا مختار هذا التأثير يعني أعتقد كمان هذا التأثير لطيف خلينا نغير نورجيكم الآن عندك هون key color effect اللي هو بيجي على نفس الكبسة شو التأثير أو شو اللون أو شو الحركة فمثلا ممكن بهذا الشكل يصير يطلع عليه مربعات بهذا الشكل وهون أيضا ممكن هذا الشكل ممكن تخليه فقط إطار احنا نتفرج على هذا الشيء اللي سوينا شايفين كيف صغرت كان بالأول تنتشر كثير وفقط عم بيطلع إطار حوالي الكبسة مثلا هون من غير لا لا صارت كلها تتلون بهذا الشكل هون مثل ملاحظين عندي عندي الكي motion effect هون الكبسة نفسه بيضغط عليها كيف التأثير رح يصير يطلع بشكل سريع ما بدأ يطلع الفيديو هذا هو باختصار يعني سهل ما فيه أي شيء من هون تختار الكبسة هناك تروح وتشوفها وكتب لي رأيك بصندوق تعليقات هل تشوف فيه تحديثات كبيرة عم تصير من سامسونج عم تغير تجربتك أو بتحببك بالجهاز أو لا كما كم عدد من قناة تك توبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته